أكد وزير البترول والتربط المعدنية كريم بدوي أكد أن مصر تتمتع بثروات وإمكانات واعدة في مجال التعدين والبترو كيمويات تمكنها من تحقيق مساهمات كبيرة للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد جاء ذلك خلال استقبال الوزير لنائب رئيس مجموعة إندو روما العالمية حيث تم بحث مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء مصنع الأسمد الفوسفاتية عالية الجودة بالعين السخنة باستثمارات تقدر ب500 مليون دولار من جانبه أشار نائب رئيس شركة إندرو إندورما إلى أن الشركة تسعى لتوسعة التعاون مع قطاع البترول المصري في مجالات أخرى مثل الأمونيا الخضراء وتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة البطاريات وغيرها